بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على واشرف المرسلين معكم شيف رئيس عسمة النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة بشاميل وهنعمل كفتة اللحمة بالفريق طبعا المكرونة بشاميل بناء على طلب أصدقائي على الفيسبوك وعالواتس طلبوا كتير مني مكرونة بشاميل فأنا النهاردة ان شاء الله عمل مكرونة بشاميل فبدأت في الفقرة الأولى عملت بداية تجهزات كده على اساس وقت الحلقة يكفي يعني فعملت العصارج بتاع اللحمة وسلقت المكرونة وهشرح كل حاجة هشرحها بالطريقة بالتكات البسيطة كل حاجة هشرحها فأولا هنبدأ المكرونة بشاميل سلق المكرونة سلق المكرونة مش محتاج أي جهد ولا أي تعب أي ست بيتها هتسلق المكرونة يعني مش صعب هنحط شوية المية على النار مع الملح وحبة زيت ونسلق المكرونة وده هيبقى شكلها النهائي سلق المكرونة سهلة خالص هي ممكن تكون المشكلة في عميل البشاميل أو عمل البشاميل لأن البشاميل غالبا بيبقى العقدة الكبيرة في المكرونة بشاميل بالنسبة للأنسات اللي لسه بتتعلم البشاميل عبارة عن نسكوب سمنة معلش أنا عملت قبل الهوى نسكوب سمنة ومعه نسكوب دقيق يعني السمن قد يدقيق هنحط السمن على النار ونشوح الدقيق لحد لما لونه يصفر بعد لما لونه يبقى أصفر دهبي هنضيف ليه اللبن الصينية الكبيرة اللي هي زي دي هتحتاج حوالي أربع كوب بيات لبن أربع كوب لبن بعد كده هنضيف الدقيق اللبن وبعد ما نضيف اللبن بباشرة هنتبله بالملح والفلفل والتوابل حسب الرغبة التوابل دي اختياري مش حاجة إجباري يعني فيه ناس كتير بتحط لها مقادير محددة بس أنا بعملها بطريقة أسهل يعني بالنسبة لي أنا بحب التوابل الخفيفة فحطت ملح وفلفل بس ليس أكثر من كده أهم حاجة في البشاميل علشان يبقى البشاميل حلو وطعمه حلو فيه حاجة بسيطة فيه ناس بترغبها وفيه ناس ما بترغبهاش إن أنا بحط البشاميل البيض البيض ده بيدي البشاميل لون أصفر وبتدور طعم حلو مع البيض طبعا بحط الفلفل أسود عشان ريحة البيض ما تبقاشي طغية على البشاميل البيض بيتحط لما البشاميل تبقى بردة 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 يعني لذلك أنا عملت المقدار من شوية من حوالي خمس دقايق عملته على الهوى وكنت مجهزة مقدار قبل الهوى المقدار ده ما فيهوش بيض لكن المقدار ده هو اللي فيه البيض هنحط السمنة مع المعدقي يتشوح اللون يبقى أصفر ذهبي بنضيف ليه اللبن وبعد كده بنضيف التوابل الملح والفلفل الأسود ولما يبرد نحطه جنبي كده لما يبرد نحط له البيض ده بيبقى شكله النهائي بعد لما بنضيف له البيض طبعا عصاج اللحمة كلنا عارفينه حتى أي نسبة النوتة صغطوطة لسه تتعلم العصاج سهل بطريقة أنك بتحط السمنة في الطاسة وبتحط اللحمة المفرومة فراخ لحمة حمراء أي نوع اللي أنت بتحبيه يعني في اللحمة فراخ أو لحمة عادية بتتشوحيها بعد كده بتحطي أنا بتكلم لكن بحاول أن أوضح الخطوات اللي أنا عملتها بعد كده بتحمر اللحمة بنشوحها بعد كده بنضيف لها البصل البصل وبعد البصل بنضيف الفلفل لو فيه فلفل ألوان يفضل لو فيه فلفل ألوان ما فيهش فلفل ألوان أي نوع فلفل أخضر أي نوع فلفل بيدي طعم للعصاج مختلف بعد كده بنضيف لها اللي هي التكة اللي بتدي طعم أحلى إن احنا بنضيف لها معلقتين صلصة معلقتين الصلصة مع العصاج بتديها طعم أحلى ويبقى ده شكلها النهائي بتبقى باللون ده طبعا أنا أنا معلش نسيت الفلفل ألوان فأنا حطيت فلفل أخضر بس بعد كده طبعا بعد لما بيبرد البشاميل زي ما قلت من شوية بنضيف ليه البيض طبعا أنا عشان وقت الحلقة والبشاميل صخن مش هيلحق يبرد لأن لو أنا ضفت البيض مع البشاميل وهو صخن البيض هيقطع ما يبقى شي كويس فأنا طبعا ضربة البيضة ها ودي التوابل ملح وفلفل أسود والتوابل عادية مش حط أي حاجة زوال في حاجة في البشاميل فيه ناس بترغبها وفيه ناس ما بترغبهاش اللي هي الجبنة المتزرلة أو الجبنة الشيدر فيه ناس بتحط للبشاميل جبنة متزرلة وفيه ناس بتحط جبنة شيدر وفيه ناس ما بتحطش لداء ولا داء أنا من النوع اللي ما بفضلش الجبنة عموما في البشاميل بس أنا جبتها قدامك وبرضو هعملها قدامك اللي أنا معلش اللي أنا أقدر أملكه دلوقتي إن أنا هرص قدامك الصينية لأن أنا كل دا أنا عاملها ومجاهزة عشان وقت الهوى قصير عندي مش ملكي فأنا عاملة بشاميل هيبقى صينية البشاميل الشكل النهائي لها بالطريقة دي دي البشاميل والكفتة أنا لسه أليها على الهوى من حوالي خمس دقايق ودي طبعا سلطة عشان لزوم الأكل فأنا اللي أنا عامله طبعا دي سهلة برضو إن أنا هادهن الصينية سامنا مقادير الكفتة معلش أنا سيتا قولها مقادير الكفتة هي عبارة عن نصف كيلو لحمة أو ربع كيلو لحمة وهي موجودة قدامكم على الشاشة الكمية حسب الرغبة بنحط لها بصلة مفرومة بنفرومها ناعم لأن الكفتة لازم تكون البصلة ناعمة لازم ما ينفعش تحط البصلة متقطعة شريح صغيرة لأنها كده هتفك الكفتة بالذات لازم تكون البصلة ناعمة وفي ناس بتحط مية بصل بس أنا عموما أنا بحط بصلة مفرومة مفرومة ناعم بعد كده بنحط لها الناس بترغب الرز والناس بترغب الفريك سواء ده أو ده بيدي طعم حلو بس أنا حاليا أنا النهاردة أنا عاملها بالفريك الفريكي بتعمل إزاي؟ بنسلق الفريك بنسلقه نسلقه نسلقه لحد لما بيتهري جامد وبعد كده بنضربه في الكبة ودي معانا على الشاشة مقادير البشاميل قدامكم على الشاشة اللي أنا لسه عاملها من شوية بعد كده اللي حابب بيكتب البشاميل الموجودة قدامكم على الشاشة بعد كده أنا الكفتة بعد ما بحط البصلة المفرومة مع الفريكي المطحون بنتبلها برضو التوابل حسب الرغم أنا ما بحددش توابل معينة التوابل دي حسب رغبة أي ست عموما بتتبل بالتوابل أنا بحط توابل بسيطة يعني مش بجيب توابل فيها نشاكل أو مش موجودة في السوق لا بالتوابل البسيطة خالص وبعد كده بنكورها أو بنصبحها فيه ناس بتعملها تحبها دايرة وفيه ناس بتحبها ايه نتصبحها يفضل ان الكفتة بعد ما نصبحها يعني نحطها في التلاجة ساعة أو نص ساعة تمسك نفسها تمسك مع بعضها عشان ما تدخلش في السمنة أو في الزبدة وتفك بعد كده أنا حاليا شرحت الكفتة معي البشاميل أنا بس بتكلم في نقطة معينة اللي هي الجبنة المتزللة الجبنة المتزللة لو أنت بترغب تحطيها يبقى بالنسبة لي أنا كرائي أنا لو هتاخدي بيه أنك تحطيها قبل طبقة البشاميل لأنك حطتيها فوق طبقة البشاميل بتبقى زي الأستيك بتبقى بتمط وتبقى مش حلوة أنك تحطيها قبل طبقة البشاميل يعني أنا هحط طبقة هدهن الصينية سمنة زي ما أنتوا شايفين قدامكم كده أنا بدهن الصينية سمنة وبعد كده بدهنها في كل الأطراف والحواف وكل ما كان فيها بعد كده بحط طبقة البشاميل وبعدها طبقة مكرونة واللحمة وبعدين طبقة المكرونة قبل ما حط طبقة المكرونة التانية قبل ما أحط البشاميل للجزء الثاني بحط الجبنة المزارلة دي ممكن تدي طعم حلو لكن لو هي أنت حطتيها على وش الصينية هتدخل الفرن هتبقى زي الأستيك هتشد تبقى زي الأستيك وتبقى يعني طعمها مش حلو فأنا حاليا أنا بحط البشاميل أهو السمن الصين قلت قبل شوية أن أنا البشاميل ده أملاه قبل الهوى علشان أنا محتاجة محتاجة أن البشاميل يبرد عشان أحط له البيض أنا ما بفضلش البشاميل من غير بيض ده اللي بيفرق في طعم البشاميل وبيفرق في طعم المكرون عموما البيض اللي فيه ناس ما بتلغبش البيض بس هو صراحة بيفرق بيفرق جامد في طعم المكرون إن البيض ده أساس المكرون طبعا مقدار المكرون أنا حطيت البشاميل هجيب المكرون هحط نصها والنص التاني بعدين هقسمها نصين هحط نصها طبعا ستات بيوت كتير ما شاء الله عليهم أسادزة في عمل الماكرونا بس فيه أنسات لسه بتبدأ تتعلم فياريت يعني يكونوا سمعيني صاحبتي من أسوان أستاذ إيمي من يومين طلبت مني طريقة عمل الماكرونا فأنا قلت لها أن أنا هعملها عملي يوم السبت الساعة 2 العصي يا رب تكون شايفاني فأنا حاليا بعمل برص الماكرونا هي معلش يعني لازم إيه تسويها لازم تتساوي كويس وبعد ما بحط ده أنا بحط اللحمة المتعصجة بيبقى دا شكلها لما بتبقى بالصلصة بيبقى دا شكلها حمرة وبتديها طعم وتديها ويا ريت لو في فلف الألوان فلف الألوان بيفرق بيفرق جامد في طعم العصاج طبعا زي ما أنا قلت أن أهم حاجة في البشاميل لازم تبرد قبل ما تحط البيض ما تحطش البيض والبشاميل لسخن هاي البيض ما يبقاش بيض هيبقى حاجة تانية فأهم حاجة أن هو يبرد بعد كده بعد ما أنا بحط اللحمة تتساوي بحس اللحمة تكون في كل الجوانب في كل جانب الصينية لازم أهم حاجة تكون في كل جانب الصينية زي ما انتوا شايفينها كده اللونها أحمر حل اللي ميديها اللون والطعم الحلو دا وطعمها أحلى من شكلها اللي هي الصلصة طبعا بحاول أضغط عليها كده على أساس ما تبقاش فيها فراغات بحاول أضغط عليها وبعد كده حط الجزء التاني من الماكرونة حسب ما تحتاج الصينية ممكن محتاجش كل الجزء دا يعني ممكن محتاجش بس أنا عمنا المقدار فأنا على ما أعتقد إنه هو بالمزبوط يعني ما مش لا هيبقى زايد ولا ناقص المقدار مزبوط هنساوي الصينية كده هنساوي الصينية بالطريقة دي طبعا للناس اللي بترغب زي ما أنا قلت اللي بترغب الجبنة المتزارلة اللي هي بتبقى بالشكل دا أو جبنة شيدر سواء متزارلة أو جبنة شيدر زي ما أنا قلت هتتحط الجبنة جربوها إن شاء الله هتعجبكم هتتحط أنا حطيت الجبنة دي علشان خاطر حضراتكم لكن أنا بفضل البشاميل من غير حاجة هنرش الجبنة المتزارلة أو الشيدر حسب رغبة حضراتكم قبل البشاميل كده الجبنة هتسيح مع البشاميل وهتدي طعم للي هو بيحب طعم الجبن لكن لو أنا حطيتها على الوش زي ما قلت من شوية هتبقى زي الأستك هدين بعيد وزيد في الكلام وبكرر يا جماعة للأنسات اللي هي لسه بتتعلم يريد تركز في كلامي معلش أنا في جزء من الأكلة أنا جهستها عشان وقت الحلقة عندي قصير فلكن الشرح العملي والتطبيق العملي قدامكم برضو هضغط عليها كده وهنحط الجزء التاني من البشاميل اللي هو بالبيض البشاميل السادة لسه أهو أنا مستنياه يبرد وهحطله قلبيض كده هنساوي البشاميل كله يتساوي بحيث ما تبقاش في حتة فيها بشاميل وفيه جزء ما فيهوش يعني جزء فيه بشاميل وفيه جزء ما فيهوش نازم تتساوي هذي كل البشاميل لهو حاول أسويه على أساس بقى كله واصل البشاميل هنا صدينا البشاميل طبعا الصينية دي أنا هسويها بعد الهوى على مهلي لكن أنا مسويا لكم عشان وقت الحلقة مسويا مسويا الجزء قدامكم فيه حاجة برضو بتدي لون حلو للبشاميل ياريت تسمعوا نصايحي وتنفذوها ان بعد ما بتحط البشاميل بترشي رشة زيت بسيطة زيت على وش البشاميل بحس يبقى الزيت تواصل كل جزء في البشاميل دي بترشيها قبل ما تدخليها الفرن عشان تديها اللون الحلو واللون الدهبي تطلع من الفرن كده حلوة ولونها دهبي زي ما انتو شايفين آآ هي كانت مفروض ان هي تتسخن قبل الهوى بس معلش عشان وقت الهوى مفروض كانت تسخنتها آآ كانت دي طعم احلى واللون احلى واحلى كمان فدي طبعا ايه البشاميل اللي هي ايه اللي انا شرحتها لكم على الهوى آآ والمقادير نزت على الشاشة والجبنة المتزليلة انا ضدتها قبل البشاميل جربوها وقولول رأيكم آآ دي الطريقة الناية معلش انا حاول اسويها دي الصينية الناية اللي انا هسويها بعدين وده هيبقى الشكل النهائي للحاجات دي قدام الكاميرا الجزء الناي والجزء اللي مستوي آآ دي طبعا البشاميل ودي الكفتة آآ في ناس لو لو انت حابة تجوضي ممكن تعملي الكفتة بالكفتة بالسمسم لو انت حابة في ناس بتحب الكفتة تحطلها سمسم بس انا عملتها المرة اللي فاتت في الكفتة البنية فالمرة دي عملتها من غير سمسم آآ ويا رب يا رب ان شاء الله يكون الحلقة النهاردة آآ خفيفة عليكم وكل لبيتكم اللي طلباتكم وكون يا رب استفدتوا مني آآ وإن شاء الله يكون آآ ضيفة خفيفة عليكم آآ في الوقت القصير ده آآ ودي الشكل النهائي اللي المكرونة بشمل ولو فيه أي استفسار أو استفهام لو حد حابب يسأل على حاجة أو يستفهم على حاجة آآ أنا معاكم على صفحة مطبخ رئيسة آآ على فيسبوك وإن شاء الله بإذن الله آآ تكون آآ صفحة كده بإذن الله تعجبكم بإذن الله إن شاء الله آآ وعموما آآ أخيرا بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغالف شكرا لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة